موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الثامن أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الفترات موسيقى نتعرف بداية على الفترة وأنواع الفترات ثم نتعرف بعد ذلك على كيفية تمثيل الفترة على خط الأعداد ثم بعد ذلك نتعرف على كيفية كتابة المجموعات على صورة فترة ومن ثم على كيفية كتابة الفترة على صورة مجموعة وأخيراً على كيفية إيجاد عملية الاتحاد والتقاطع على الفترات نبدأ بداية أبناء الطلاب مع تعريف الفترة الفترة هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية وهي مكونة من عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية وسنقوم بتمثيلها على خط الأعداد بكل سهولة نبدأ أولا مع النوع الأول من الفترات وهي الفترة المغلقة إذا كان ألف وباء عددين حقيقيين بحيث ألف أصغر من باء فإن الرمز الفترة المغلقة من ألف إلى باء يعبر عن الفترة المغلقة المكونة من العددين ألف وباء وجميع الأعداد الحقيقية المحصورة بينهما أي الطرف الأول ألف ينتمي لهذه الفترة لأن القوس مغلق عند ألف والطرف الثاني باء أيضا ينتمي لهذه الفترة لأن القوس مغلق عند باء وجميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين ألف وباء تنتمي لهذه الفترة ويمكن أبناء الطلاب أن نقوم بتمثيل هذه الفترة على خط الأعداد بداية برسم خط الأعداد ومن ثم تحديد الطرف الأول ألف والطرف الثاني باء على خط الأعداد ثم بعد ذلك نمثل الطرف الأول ألف الذي عنده القوس مغلق بدائرة مغلقة والطرف الثاني باء الذي عنده أيضا القوس مغلق بدائرة مغلقة أو مضللة ثم بعد ذلك نقوم بإيصال خط بين ألف إلى باء للدلالة على مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بينهما وكما ذكرنا أبناء الطلاب يسمى ألف وباء طرف الفترة وبصورة أخرى أبناء الطلاب الفترة المغلقة من ألف إلى باء هي مجموعة ينتمي إليها كل من العددين ألف وباء وكافة الأعداد الحقيقية المحصورة بينهما وبالرموز أبناء الطلاب الفترة المغلقة من ألف إلى باء نعبر عنها بصورة المجموعة التي فيها سين تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية بحيث سين أكبر من أو يساوي ألف وأصغر من أو يساوي باء مثال أبناء الطلاب على تمثيل الفترة المغلقة على خط الأعداد مثل الفترة التالية على خط الأعداد وهي الفترة نعم الفترة المغلقة من واحد إلى ثلاثة وكما تلاحظ القوس مغلق عند العدد الأول أو الطرف الأول واحد والطرف الثاني ثلاثة أيضا عنده القوس مغلق بداية نرسم خط الأعداد المناسب لهذه الفترة ثم بعد ذلك نحدد طرفي الفترة على خط الأعداد واحد وثلاثة عند الواحد أبناء الطلاب كما تلاحظ القوس مغلق أي أن الواحد ينتمي لهذه الفترة فنعبر عنه بدائرة مظللة أو مغلقة وعند الثلاثة أيضا كما تلاحظ القوس مغلق إذن نعبر عنها بدائرة مغلقة أو مظللة ثم بعد ذلك نرسم خط من واحد إلى ثلاثة كما أشرنا للدلالة على مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بين الواحد والثلاثة هكذا أبناء الطلاب بكل سهولة استطعنا أن نمثل الفترة المغلقة على خط الأعداد ننتقل إلى النوع الثاني من الفترات وهي الفترة المفتوحة إذا كان ألف وبا عددين حقيقيين بحيث ألف أصغر من با فإن الرمز الفترة المفتوحة من ألف إلى با يعبر عن الفترة المفتوحة المكونة من جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين ألف وبا دون العددين ألف وبا أي أن الفترة المفتوحة من ألف إلى با لا ينتمي إليها الطرف الأول وهو ألف لأن القوس مفتوح للخارج عند هذا الطرف ولا ينتمي إليها الطرف الثاني لأن القوس الثاني عند هذا الطرف أيضا مفتوح إلى الخارج بينما ينتمي لهذه الفترة الأعداد المحصورة من ألف إلى با وبالتالي يمكن لنا أن نقوم بتمثيلة على خط الأعداد بكل سهولة بتحديد طرفي الفترة ثم بعد ذلك نعبر عن القوس المفتوح للخارج عند الطرف الأول بدائرة مفتوحة والطرف الثاني الذي عنده القوس مفتوح وهو با بدائرة مفتوحة في الإشارة أبناء الطلاب إلى أن هذين الطرفين لا ينتميان إلى الفترة إذن ألف لا تنتمي إلى الفترة وبا لا تنتمي إلى الفترة بينما مجموعة جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين ألف إلى با تنتمي لهذه الفترة وبصورة أخرى أبناء الطلاب الفترة المفتوحة من ألف إلى با هي مجموعة ينتمي إليها كافة الأعداد الحقيقية المحصورة بين العددين ألف وبا وبالرموز أبناء الطلاب الفترة المفتوحة من ألف إلى با وكما أشرنا الطرف الأول ألف لا ينتمي لهذه الفترة والطرف الثاني وهو باء لا ينتمي لهذه الفترة لماذا أبناء الطلاب؟ نعم لأن القوس مفتوح للخارج عند الطرف الأول وهو ألف والقوس الثاني مفتوح عند باء للخارج بالتالي الطرف الأول والطرف الثاني لا ينتميان لهذه الفترة بينما جميع الأعداد الحقيقية المحصورة من ألف إلى باء تنتمي لهذه الفترة نعبر عنها بصورة المجموعة أبناء الطلاب بالمجموعة التي فيها سين تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية بحيث سين أكبر من ألف لأن الألف لا تنتمي للفترة بالتالي لا تنتمي لهذه المجموعة وسين أصغر من باء لأن باء كانت لا تنتمي لهذه الفترة بالتالي لا تنتمي للمجموعة مثال أبناء الطلاب على تمثيل الفترة المفتوحة مثل الفترة التالية على خط الأعداد وهي الفترة نعم الفترة المفتوحة من سالب 2 إلى 2 بداية نرسم خط الأعداد المناسب لهذه الفترة ثم بعد ذلك نحدد طرفي الفترة على خط الأعداد وهما سالب 2 و 2 عند العدد سالب 2 كما تلاحظ القوس مفتوح هذا يعني أن العدد سالب 2 نعم أحسنتم لا ينتمي لهذه الفترة بالتالي نعبر عنه بدائرة مفتوحة عند العدد 2 أيضا القوس مفتوح للخارج بالتالي هذا العدد لا ينتمي لهذه الفترة فنعبر عنه بدائرة مفتوحة ثم نصل بخط بين العدد سالب 2 و 2 ليدل على مجموع الأعداد الحقيقية المحصورة بين العدد سالب 2 و 2 والتي تنتمي لهذه الفترة أي أن أبناء الطلاب العدد سالب 1 ينتمي لهذه الفترة والصفر ينتمي لهذه الفترة والواحد ينتمي لهذه الفترة والواحد والنصف أيضا ينتمي لهذه الفترة وهكذا عدى العدد سالب 2 والعدد 2 أيضا هذه المرة أبناء الطلاب قمنا بتمثيل الفترة المفتوحة على خط الأعداد بكل سهولة ننتقل إلى النوع الثالث من الفترات وهي الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة إذا كان ألف وباء عددين حقيقيين بحيث ألف أصغر من باء فإن الرمز الفترة نصف المفتوحة أو نصف المغلقة من ألف إلى باء كما تلاحظ قوس مغلق عند الطرف الأول و قوس مفتوح للخارج عند الطرف الثاني و قد يكون العكس أبناء الطلاب أي قد يكون قوس مفتوح عند الطرف الأول بينما قوس آخر مغلق عند الطرف الثاني فنقول أن هذه الفترة نصف مغلقة أو نصف مفتوحة وهي مكونة في هذه الحالة من العدد ألف كما تلاحظ لأن القوس عنده مغلق وجميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين ألف وباء وأخيرا عدى العدد باء وهو الطرف الثاني لا ينتمي لهذه الفترة لماذا أبناء الطلاب؟ نعم لأن الفترة أو لأن القوس عند الطرف الثاني مفتوح للخارج بالتالي هذا الطرف الثاني لا ينتمي لهذه الفترة ويمكن لنا أبناء الطلاب أن نقوم بتمثيل هذه الفترة وهي الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة على خط الأعداد بكل سهولة بأن نحدد بداية طرفي الفترة على خط الأعداد وهما من ألف إلى باء ثم بعد ذلك كما تلاحظ القوس عند الطرف الأول ألف مغلق هذا يعني أن الطرف الأول ينتمي لهذه الفترة فنعبر عنه بدائرة مظللة أو مغلقة ثم تلاحظ أن الطرف الثاني وهو باء القوس عنده مفتوح للخارج هل ينتمي لهذه الفترة أبناء الطلاب؟ لا لا ينتمي لهذه الفترة بماذا نعبر عنه أبناء الطلاب؟ نعم أحسنتم نعبر عنه بدائرة مفتوحة ثم بعد ذلك كالمعتاد نقوم برسم خط من ألف إلى باء ليعبر عن جميع الأعداد الحقية المحصورة بين ألف وباء والتي تنتمي لهذه الفترة وبصورة أخرى أبناء الطلاب الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة من ألف إلى باء هي مجموعة ينتمي إليها كافة الأعداد الحقيقية المحصورة بين العددين ألف وباء ومن ضمنها العدد ألف وبالرموز أبناء الطلاب الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة وكما تلاحظ هي الفترة التي ينتمي إليها الطرف الأول كما تلاحظ ولا ينتمي إليها الطرف الثاني بينما كالمعتاد ينتمي إليها مجموعة جميع الأعداد الحقية المحصورة بين الطرف الأول والطرف الثاني نعبر عنها بالمجموعة التي فيها سين تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية بحيث سين أكبر من أو يساوي ألف لماذا أبناء الطلاب قلنا سين أكبر من أو يساوي ألف لأن الطرف الأول ينتمي للفترة بالتالي ينتمي للمجموعة يساوي كما تلاحظ أكبر من أو يساوي وإشارة التساوي هنا تعبر عن انتمائه للمجموعة وسين أصغر من با لماذا أصغر من با؟ لأن با أبناء الطلاب كما لحظنا في الفترة لا تنتمي للفترة بالتالي سين أصغر من با مثال أبناء الطلاب على تمثيل الفترة نصف المفتوحة أو نصف المغلقة على خط الأعداد مثل الفترة التالية على خط الأعداد وهي الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة من سالب خمسة إلى سفر مرة أخرى أبناء الطلاب نذكر أن الفترة نصف المفتوحة أو نصف المغلقة فيها قوس مغلق على أحد الأطراف وقوس آخر مفتوح عند الطرف الثاني بالتالي نمثل هذه الفترة على خط الأعداد بأن نقول أولا العدد سالب خمسة وهو الطرف الأول القوس عنده مغلق هذا يعني هل ينتمي هذا العدد إلى الفترة أم لا ينتمي نعم بل ينتمي لذلك سنعبر عنه نعم بدائرة مغلقة نأتي للطرف الثاني وهو السفر هل القوس عنده مفتوح أم مغلق بل مفتوح لذلك نعبر عنه بدائرة مفتوحة في الإشارة إلى أن هذا العدد لا ينتمي لهذه الفترة ثم بعد ذلك نرسم خط من العدد سالب خمسة إلى العدد سفر ليعبر عن جميع الأعداد الحقية المحصورة بين العددين والتي تنتمي لهذه الفترة فترة أخرى أبناء الطلاب وهي عبارة عن الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة من سالب واحد إلى أربعة والمطلوب كما أسلفنا تمثيل هذه الفترة على خط الأعداد نرسم بداية أبناء الطلاب كالمعتاد خط الأعداد الذي يناسب هذه الفترة ثم بعد ذلك نحدد طرفي الفترة وهما سالب واحد و أربعة عند العدد سالب واحد نعم القوس مفتوح لذلك نعبر عنه بدائرة مفتوحة أي لا ينتمي لهذه الفترة بينما الطرف الثاني وهو أربعة القوس عنده مغلق لذلك نعبر عنه بدائرة مغلقة في الإشارة إلى ماذا أبناء الطلاب نعم إلى أن هذا العدد ينتمي لهذه الفترة إذن نقوم برسم خط بين العدد سالب واحد طرف الأول والعدد أربعة وهو عبارة عن الطرف الثاني ليعبر هذا الخط عن جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين العدد سالب واحد و العدد أربعة و التي تنتمي لهذه الفترة و كما أشرنا أبناء الطلاب الطرف الأول سالب واحد لا ينتمي لهذه الفترة بينما الطرف الثاني وهو أربعة ينتمي لهذه الفترة لذلك عبرنا عنه بدائرة مغلقة هكذا أبناء الطلاب تعرفنا على الفترة ثم بعد ذلك تعرفنا على أنواع الفترات ثم بعد ذلك استطعنا تمثيل الفترات على خط الأعداد بعد الفاصل سنتعرف على كيفية كتابة المجموعات على صورة فترات و كيفية كتابة الفترات على صورة مجموعات فاصل قصير و من ثم نعود بإذن الله أهلا و سهلا بكم أبناء الطلاب من جديد و مع تمثيل المجموعات على صورة فترات ثم بعد ذلك مع تمثيل الفترات على صورة مجموعات نبدأ بداية أبناء الطلاب بالمثال التالي عبر عن المجموعات التالية برموز الفترات المجموعة التي فيها سين تنتمي لها بحيث سين أكبر من أو يساوي اثنين و أصغر من أو يساوي أربعة هذه المجموعة أبناء الطلاب كما تلاحظ هي تحتوي على العدد اثنين لأن سين أكبر من أو يساوي اثنين و تحتوي على العدد أربعة لأن سين أصغر من أو يساوي أربعة و تحتوي على جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين العدد اثنين و أربعة إذن العدد اثنين ينتمي لهذه المجموعة و العدد أربعة ينتمي لهذه المجموعة و جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين العدد اثنين و العدد أربعة أيضا تنتمي لهذه المجموعة المطلوب أبناء الطلاب كتابت هذه المجموعة على صورة فترة لعلك تلاحظ عزيز الطالب أن طرفي الفترة هما نعم هما اثنين وأربعة بصورة مباشرة اثنين وأربعة الآن نحدد كما أسلفنا سابقا أن سين أكبر من أو يساوي اثنين هذا يعني أن العدد اثنين ينتمي للفترة إذن نعبر عن ذلك بقوس مغلق عند الطرف اثنين وكما أشرنا سين أصغر من أو يساوي أربعة إذن العدد أربعة ينتمي لهذه المجموعة بالتالي ينتمي للفترة فنعبر عن ذلك بقوس مغلق عند الطرف الثاني وهو أربعة بذلك تكون المجموعة التي فيها سين تنتمي للأعداد الحقيقية بحيث سين أكبر من أو يساوي اثنين وأصغر من أو يساوي أربعة على صورة فترة هي عبارة عن الفترة المغلقة من اثنين إلى أربعة المجموعة الأخرى وهي سين تنتمي لحا بحيث سين أكبر من أو يساوي سالب ستة وأصغر من ثلاثة سين أكبر من أو يساوي سالب ستة هذا يعني أن العدد سالب ستة ينتمي لهذه المجموعة بينما سين أصغر من ثلاثة أصغر من ثلاثة هذا يعني أن العدد الثلاثة لا ينتمي لهذه المجموعة بينما جميع الأعداد الحقيقية المحصورة بين العدد سالب 6 و 3 تنتمي لهذه المجموعة الآن أبناء الطلاب بعدما تعرفنا على الأعداد التي تنتمي لهذه المجموعة والأعداد التي لا تنتمي لهذه المجموعة دعونا نعبر عن هذه المجموعة بصورة فترة بداية نحدد طرفي الفترة وهما سالب 6 و 3 كما أشرنا عند العدد سالب 6 هل ينتمي العدد سالب 6 للمجموعة نعم لذلك نعبر عنه بقوس مغلق أو نعبر عن ذلك بقوس مغلق عند الطرف الأول وهو سالب 6 بينما عند العدد 3 سين أصغر من 3 كما أشرنا لا ينتمي لهذه المجموعة بالتالي لا ينتمي للفترة ونعبر عن ذلك بقوس مفتوح عند هذا الطرف للخارج إذن المجموعة التي فيها سين تنتمي لها بحيث سين أكبر من أو يساوي سالب 6 وأصغر من 3 نعبر عنها بصورة الفترة نصف المفتوحة أو نصف المغلقة من سالب 6 إلى 3 الآن أبناء طلاب نذهب إلى تمثيل الفترات على صورة مجموعات المثال يقول عبر عن الفترات التالية بمجموعات الفترة الأولى وهي الفترة من يقرأ هذه الفترة نعم هي الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة من 5 إلى 9 نعبر عن هذه الفترة بصورة مجموعة بأن نقول المجموعة التي فيها سين وسين تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية بحيث سين أكبر من 5 لأن الخمسة لا تنتمي إلى الفترة كما تلاحظ القوس مفتوح للخارج إذن الخمسة لا تنتمي لهذه الفترة لذلك سين أكبر من 5 وأقل من أو يساوي 9 لأن القوس مغلق عند العدد 9 بالتالي ينتمي لهذه الفترة إذن ينتمي للمجموعة فنقول أن سين أصغر من أو يساوي 9 كما تلاحظ أن سين أكبر من 5 لم نقل أن سين أكبر من أو يساوي 5 لأن القوس في الفترة كان مفتوح للخارج فعبر على أن العدد 5 لا ينتمي لهذه الفترة لذلك قلنا أن سين أكبر من 5 ولم نقل سين أكبر من أو يساوي 5 لأن أشارة التساوي أبناء الطلاب تعبر عن وجود هذا العدد في المجموعة وهو غير موجود كما أشرنا بينما سين أصغر من أو يساوي 9 الشارة التساوي كما أسلفنا تعبر عن انتماء هذا العدد إلى المجموعة لأنه كان ينتمي للفترة إذن الفترة نصف المفتوحة أو نصف المغلقة من 5 إلى 9 عبرنا عنها بالمجموعة التي فيها سين تنتمي لها بحيث سين أكبر من 5 وأصغر من أو يساوي 9 الفترة التي تليها وهي الفترة من سالب أو الفترة المفتوحة من سالب 8 إلى سالب 4 نعبر عنها بصورة مجموعة فنقول المجموعة التي فيها سين ينتمي لها بحيث سين أكبر من سالب ثمانية لأن العدد سالب ثمانية في الفترة لا ينتمي للفترة لأن القوس مفتوح للخارج فنقول أن سين أكبر من سالب ثمانية وأصغر من سالب أربعة لأن أيضا العدد سالب أربعة وهو الطرف الثاني في الفترة عنده القوس مفتوح بالتالي لا ينتمي لهذه الفترة فنقول أن الفترة المفتوحة من سالب ثمانية إلى سالب أربعة معبر عنها بصورة مجموعة هي عبارة عن المجموعة التي فيها سين تنتمي لها بحيث سين أكبر من سالب ثمانية وأصغر من سالب أربعة إذن أبناء الطلاب بعدما تعرفنا على كيفية كتابة المجموعات على صورة فترات وكيفية كتابة الفترات على صورة مجموعات سنتعرف بعد الفاصل بإذن الله على كيفية إيجاد عملية الاتحاد والتقاطع على الفترات فاصل قصير ومن ثم نعو أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب من جديد ومع عملية الاتحاد والتقاطع على الفترات نبدأ بداية مع عملية الاتحاد على الفترات أولاً عملية الاتحاد على الفترات فواحد اتحاد فاثنين تساوي جميع الأعداد التي تتكون منها الفترة فواحد أو الفترة فاثنين أو كليهما مثال على عملية الاتحاد بين الفترات المثال يقول مستعيناً بخط الأعداد جد فواحد اتحاد فاثنين إذا كان فواحد هو عبارة عن الفترة المفتوحة من سالب اثنين إلى ثلاثة وفاثنين هي عبارة عن الفترة نعم المغلقة من واحد إلى أربعة بداية أبناء الطلاب سنقوم نعم سنقوم برسم خط الأعداد الذي يناسب الفترتين ثم بعد ذلك سنقوم بتمثيل الفترة الأولى وبعد ذلك نمثل الفترة الثانية الفترة الأولى سنمثلها باللون الأحمر كما تلاحظ وهي الفترة المفتوحة من سالب اثنين إلى ثلاثة أي عند العدد سالب اثنين دائرة مفتوحة وعند العدد ثلاثة دائرة مفتوحة وبينهما خط ليعبر عن مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بينهما والتي تنتمي للفترة نمثل الآن أبناء الطلاب الفترة الثانية باللون الأزرق وهي الفترة المغلقة من واحد إلى أربعة عند الواحد دائرة مغلقة وعند الأربعة أيضا دائرة مغلقة ثم نرسم خط بينهما إذن هكذا أبناء الطلاب استطعنا أن نمثل الفترة الأولى ومن ثم استطعنا أن نمثل الفترة الثانية سنأتي الآن بفا واحد اتحاد فا اثنين أي الاتحاد بين الفترتين وكما أشرنا أبناء الطلاب سابقا الاتحاد يعني كلا الفترتين أي من سالب اثنين إلى أربعة من سالب اثنين إلى الأربعة كلا الفترتين فيكون الاتحاد عند العدد سالب اثنين دائرة مفتوحة كما تلاحظ وعند العدد أربعة دائرة مغلقة وبينهما خط ليعبر عن الاتحاد بين فا واحد وفا اثنين فطرفي الاتحاد هما سالب اثنين واربعة عند السالب اثنين كما أشرنا دائرة مفتوحة فنعبر عن ذلك بقوس مفتوح للخارج وعند العدد أربعة دائرة مغلقة فنعبر عن ذلك بقوس مغلق على الطرف الثاني فيكون فا واحد اتحاد فا اثنين يساوي الفترة نصف المفتوحة أو نصف المغلقة من سالب اثنين إلى أربعة ننتقل إلى عملية التقاطع على الفترات فا واحد تقاطع فا اثنين تساوي مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين فا واحد وفا اثنين مثال أبناء الطلاب على تقاطع الفترات مستعينا بخط الأعداد جد فا واحد تقاطع فا اثنين إذا كانت فا واحد هي عبارة عن نعم عبارة عن الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة من سالب ثلاثة إلى واحد وفا اثنين هي عبارة أيضا عن الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة من سالب واحد إلى ثلاثة كالمعتاد سنبدأ بداية برسم خط الأعداد المناسب للفترتين ثم بعد ذلك نمثل الفترة الأولى وبعد ذلك نمثل الفترة الثانية الفترة الأولى باللون الأحمر هي من سالب ثلاثة إلى واحد مغلق القوس عند العدد سالب ثلاثة بالتالي دائرة مغلقة و مفتوح القوس للخارج عند الطرف الثاني وهو واحد و نرسم بينهما خط الفترة الثانية سنعبر عنها باللون الأزرق و هي من سالب واحد إلى ثلاثة عند العدد سالب واحد قوس مفتوح للخارج أي دائرة مفتوحة و عند العدد ثلاثة قوس مغلق على الطرف ثلاثة إذن دائرة مغلقة ونرسم بينهما خط إذن هكذا دائما أبناء الطلاب بكل سهولة سنقوم بتمثيل الفترة الأولى والفترة الثانية ومن ثم نجد عملية التقاطع نأتي الآن أبناء الطلاب بالتقاطع فواحد تقاطع فاثنين وكما أشرنا سابقا التقاطع هو عبارة عن العناصر المشتركة في الفترة الأولى والفترة الثانية بالتالي يكون التقاطع من العدد سالب واحد إلى واحد أو ممثل بالعدد سالب واحد إلى واحد هذه المنطقة هي منطقة التقاطع كما تلاحظ إذن التقاطع ممثل من العدد سالب واحد غير أن العدد سالب واحد لا ينتمي للفترة الثانية بالتالي لا ينتمي إلى فترة التقاطع إلى العدد واحد والعدد واحد لا ينتمي للفترة الأولى بالتالي لا ينتمي إلى فترة التقاطع ثم بعد ذلك نقوم برسم خط بينهما إذن كما لاحظنا أي عدد ينتمي لفترة ولا ينتمي لفترة الثانية هو لا يقع في فترة التقاطع كما لاحظنا العدد سالب واحد والعدد واحد بينما المنطقة المحصورة بينهما أو مجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بينهما جميعها ينتمي إلى فترة التقاطع فنعبر عن فترة التقاطع بالعدد سالب واحد إلى واحد أو طرفي الفترة هما سالب واحد إلى واحد عند العدد سالب واحد دائرة مفتوحة أي لا ينتمي إلى فترة التقاطع فنعبر عن ذلك بقاوس مفتوح للخارج وعند العدد 1 دائرة مفتوحة أي لا ينتمي لفترة التقاطع فنعبر عن ذلك بقوس مفتوح للخارج إذن فا 1 تقاطع فا 2 هي عبارة عن الفترة المفتوحة من سالب 1 إلى 1 هكذا أبناء الطلاب استطعنا أن نتعرف على الفترة وأنواع الفترات ثم بعد ذلك تعرفنا على كيفية تمثيل الفترات على خط الأعداد ثم بعد ذلك تعرفنا على كيفية كتابة المجموعات على صورة فترات وكيفية كتابة الفترات على صورة مجموعات ثم تعرفنا على عملية الاتحاد والتقاطع على الفترات إلى أن نلقاكم في درس قادم بحوله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة